موسيقى رئيس الجمهوري رئيس الاتحاد الفريقي يستقبلوا بالقصر الرئاسي في برلين من طرف الرئيس الالباني رئيس الجمهورية يشارك في حلقة نقاش حول وضع فريقي على طريق الازدهار بالشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية موسيقى الوزير الاول يتسلم تقرير المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات حول رئاسية يونيو الفين واربعة وحشرين موسيقى إنما كنتم مشاهدين الكرام حياكم الله هلا بكم إلى تفاصيل مسائية موريتانية لهذه الليلة ترافقني في شزئها الأول بالوعات الإشارة الزميلة أسمامة عثمان استقبل فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي السيد محمد والشيخ الغزواني الصباح اليوم من طرف فخامة الرئيس الألماني السيد فرانك فالترش تايمير بالقصر الرئاسي في برلين وقد أدت فرقة عسكرية لفخامة رئيس الجمهورية تحية الشرى فور وصوله إلى مطار برلين قادما من هامبورغ كما تم عزف النشيد الوطني احتفاء بمقدمه وقد خصص هذا اللقاء للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين وأصبح للتعاون المثمر والفرص المتاحة للاستثمار في البلدين كما تم التطرق لبعض القضايا الإقليمية والإفريقية والدولية وخلال هذا اللقاء اشهد فخامة رئيس الجمهورية بالدول الذي تلعبه ألمانيا في إقرار ميثاق المستقبل وبا يقدمه للتعامل مع التحولات العميقة في العالم مثمنا الدعم السخي الألماني لموريتانيا في مختلف مجالات التعاون من جانبه قدم الرئيس الألماني التهنئة لفخامة رئيس الجمهورية على نجاح وتطور تجربة الديمقراطية في موريتانيا معلن استعداد ألمانيا لمواصلة التعاون مع موريتانيا ودعم سياساتها مشيدا بدور موريتانيا المحوري في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ومهنئا فخامة رئيس الجمهورية على سياسة العناية بالشباب وهمية هذه الفئة في البناء الوطني وخطورة عدم احتضانها مؤكدا استعداد ألمانيا لمزيد من الدعم في مشال التكوين المهني لصالح بلادنا وفي ختام هذا اللقاء وجه فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني دعوة لرئيس الألماني لزيارة رسمية لموريتانيا وقد تم قبولها على أن يحدد توقيتها بطرق دبلوماسية المعهودة حضر إلى جانب رئيس الألماني الدكتور توبايس ليندر عضو البرلمان الألماني البونتستاك وزير دولة بوسارة الخارجية الاتحادية الدكتور دورتا دينغز وزير الدولة رئيس مكتب الرئيس الاتحادية السيد فولفانك سيبليمان مدير وزاري رئيس قسم السياسة الخارجية السيد توماس فيمر مستشار وزاري السيد توبايس شوفيل المسؤول الإعلامي والسيد ماريون إبيل المساعدة الشخصية لرئيس مكتب الرئيس الاتحادي كما حضر لقاء إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية كل من الوزير المكلف بدوان رئيس الجمهورية ناني والشروقة وأسير الاقتصادي والمالي سيد أحمد لبوه وسفير بلادنا لدى ألمانيا الاتحادية أبو بكر كان شارك فخابة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الفريق سيد محمد للشيخ الغزواني في حلقة نقاش حول موضوع وضع الفريق على طريق الازدهار بالشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية ملخص لما دار في هذه الحلقة التي نظمت في طار مؤتمر هامبورغ حول التنمية المستدامة 2024 نتابعه في سياق تقرير تاني خلال هذه الحلقة النقاشية التي نظمت في إطار مؤتمر هامبورغ حول التنمية المستدامة 2024 أجاب فخامة رئيس الجمهورية الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي سيد محمد للشيخ الغزواني على سؤالين طرحهما الحضور أحد السؤالين يتعلق بتقييمه للدعم الطموح ذي تقدمه الوكالة الدولية للتنمية في القرن الحادي والعشرين لتحويل المشهد التنموي في إفريقيا أما السؤال الثاني فقد طرحه برلماني الألماني ويتعلق بطبيعة تدخل المؤسسة الدولية لمساعدة البلدان الأكثر فقرا على مواجهة التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي وأكد فخامة رئيس الجمهورية في رده على أن احتياجات إفريقيا التمويلية لتحقيق الهداف الإنمائية لألفية التنمية وتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 هائلة إل تتراوح هذه الاحتياجات ما بين 194 مليار و470 مليار دولار وفقا للتقديرات وذكر فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي سيد محمد الشيخ الغزواني بحثه المانحين في يوليو 2021 إلى جانب بعض زملائه رؤساء الدول الإفريقية على دعم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية لتعبئة ما لا يقل عن 90 مليار دولار أمريكي وعرب صاحب الفخامة عن ارتياحه للنتائج التي تحققت مشيراً إلى أن طلبهم قد لقي استجابة واسعة حيث تم تجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية بما يصل إلى 93 مليار دولار استفادت إفريقيا من 70% منها ومكنت من التخصيف من الآثار الكارثية لكوفيد-19 على اقتصادات هذه الدول وقال رئيس الجمهورية صحيح أن جائحة كوفيد-19 قد اختفت لكن آثار تغير المناخ تفاقمت من ذلك الحين فالوكالة الدولية للتنمية تلعب دوراً فريداً في تمويل التنمية في إفريقيا حيث تعمل في 39 دولة وأوضح صاحب الفخامة أنه على مر السنين استفاد مليار ونصف شخص فقير من تمويل الوكالة بما في ذلك عدد كبير من أبناء القارة الإفريقية وهكذا مثلت هذه المؤسسة الدولية دائماً حجر الزاوية في دعم البلدان ذات الدخل المخفض لا سيما في إفريقيا ومن هذا المنطلقي دعا فخامة الرئيس إلى تجديد موارد مؤسسة الدولية للتنمية تجديداً يكون أكثر طموحاً من سابقه وكشف رئيس الجمهورية أن البلدان الإفريقية تواجه الآن معضلة حقيقية إما تمويل التكيف مع آثار تغير المناخ أو الاستمرار في مكافحة الفقر وقال إن هذا الوضع غير مقبول ودعا باسم إفريقيا إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنمائية ولا سيما تمويل الوكالة الدولية التي تعد إفريقيا المستفيدة الرئيسة منها وذكر رئيس الجمهورية بأن القارة تواجه أزمة ديون حقيقية تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2009 و2022 حيث ارتفعت من 220 مليار إلى 655 مليار دولار مشيراً إلى أنه من أجل الحد من مخاطر المديونية المفرطة للدول وخفض تكاليف التمويل فإن البلدان الإفريقية بحاجة ماسة إلى الموارد الميسرة للمؤسسة الدولية للتنمية وعلاوة على ذلك أوضحها فخامة رئيس الجمهورية في رده أن الآثار السلبية لتغير المناخ لها عواقب وخيمة في إفريقيا وشدد على أن التمويل في هذا المجال لا يرقى إلى مستوى التحديات وضرب رئيس الجمهورية رئيس الدولي للتحاد الفريقي أمثلة على نجاح العمليات التي مولتها المؤسسة الدولية للتنمية في موريتانيا وبلدان إفريقية أخرى والتي تظهر إن كان هناك حاجة إلى دليل أن هذا التمويل كان له أثر إيجابي ومستدام على اقتصاد بلاده واقتصادات بلدان إفريقية أخرى فهذه البلدان يؤكد رئيس الجمهورية باسم القارة تستحق أن تحظى بالدعم والتنويع كما يرى فخامة الرئيس أن الخيار الذي اتخذته المؤسسة الدولية للتنمية بتكريس تمويلها للسعي إلى استثمارات كبيرة من أجل كوكب قابل للحياة ومن أجل تعزيز رأس المال البشري وإنشاء بنية تحتية لدعم النمو الاقتصادي المستدام والحد من التفاوت وخلق فرص العمل هو خيار مناسب تماما كما أشار إلان موريتانيا تتأثر بشكل مضاعف بالأثار السلبية لتغير المناخ لكونها بلداً ساحرياً ويشكل ارتفاع درجات حرارة المحيطات تهديداً لشواطئها كما أضح أن موجات الجفافة المتتالية أدت إلى تحركات سكانية كبيرة وتمدد عمراني فوضوي ومتسارع مما شكل تحدياً حقيقياً لموريتانيا وإشار رئيس الجمهورية إلى أن تمويل المؤسسة الدولية للتنمية في موريتانيا قد مكن من وضع العديد من البرامج لمواجهة هذه التحديات بما في ذلك دعم حماية التنوع البيولوجي الساحري والبحري وتطوير تقنيات الزراعة والري المرنة وتمكن المجتمعات المحلية من خلال تطوير أنشطتها لكسب العيش وقال إن مشاريع أخرى للمؤسسة الدولية للتنمية قد ساعدت في دعم انتقال موريتانيا إلى الطاقة المتجددة وأشار فخامته إلى أن مشروع بيندا لتحويل الغاز إلى كهرباء سيزيد بشكل كبير من قدرة موريتانيا على إنتاج الطاقة النظيفة وبالتالي تقليل اعتمادها على الوقود الحفوري وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وشدد على أن المؤسسة الدولية للتنمية قد دعمتنا في وضع استراتيجية الهيدروجين الأخضر واعتماد المدونة والتفاوض على تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا حيث الإمكانيات هائلة وفي نفس السياق ذكر فخامة الرئيس أن مبادرات المؤسسة الدولية للتنمية ركزت أيضا على التنوع البيولوجي الغني لموريتانيا وتتمثل أهدافها في حماية النظوم الأيكولوجية الساحلية والحياة البحرية ليس فقط للحفاظ على تراثها الطبيعي بل أيضا لدعم سبل عيش المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد والسياحة وأخيرا جدد رئيس الجمهورية باسم الاتحاد الإفريقي وباسمه شخصيا شكره للبلدان المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية الزراعية على سخائها ودعا إلى تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية من أجل مواجهة مختلف تحديات العصر التقى فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد الشيخ الأسواري خلال عشاء عمل مساء أمس بمدينة هومبورغ وفتا من المستثمرين الألمان تم خلال لقاء نقاش الأفاق الاقتصادية التي تشهدها بلادنا وما يؤثره ذلك من فرص الاستثمار في الشتى المشالات عدر اللقاء كل من الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية الناني والشروق ووزير الاقتصاد والمالية السيد أحمد بوه سافرنا لدى ألمانيا الاتحاد يابو بكر كان والمدير العام لتمويلات والتعاون الاقتصاد بوزارة الاقتصاد والمالية محمد سالم أول الناني عقد وزير الاقتصاد والمالية السيد أحمد ولبوه أمس في هومبورغ الألمانية مباحثات مع ممثل المشموعة المصرفية الألمانية الفرنسية بمشاركة مدير قسم الخدمات المصرفية الدولية والشركات فوريان ويت شكل اللقاء فرصة استعرض من خلالها الوزير فرص الاستثمار في بلادنا التي تتميز بتنوع مواردها إضافة إلى التحفيزات الهامة التي تمنح للمستثمرين وأدعى الوزير ممثل المجموعة إلى تطوير أشطتهم في بلادنا وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم المشموعة في استقطاب المستثمرين للعمل في موريتانيا حضر المباحثات المدير العام للتمويلات والتعاول الاقتصادي بالوزارة محمد سالم ولناني هنا في نوع شوط استقبل مع علي الوزير الأول سيد المختار لجاي ظهر اليوم بالوزارة الأولى رئيسة وعضاء مجلس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات وخلال اللقاء تسلم مع علي الوزير الأول من رئيسة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات ديابا تقريرا مفصلا تضمن خلاصة عمل فرق المرصد من رصد وملاحظات حول الانتخابات الرئاسية التي إشارت في التاسع والعشرين يونيو الفين واربعة وعشرين يشار اللقاء بحضور مدير ديوان الوزير الأول الشيخ الزيدان ومستشارة الوزير الأول مكلفة بالشؤون السياسية هندو من تعيننا وبعد اللقاء أدلت رئيسة المرصد بتصريح توجهت فيه بالشكر لمعالي الوزير الأول على حفاوة الاستقبال وقالت إنه تم خلال لقاء تقديم تقرير وافن عن كيفية عمل فرق المرصد من مراقبة وملاحظة وأضافت أن تقرير المرصد تضمن جميع الاشراءات من إشراف ومراقبة ورصد ومتابعة قبل واثناء وبعد الاختراع الرئاسي مشارة في هذا السياق إلى روح تعاون إيجابية التي اطبعت عمل المرصد مع جميع الأطراف المعنية بالاستحقاق الانتخابي خاصة لجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والأجهزة الحكومية ونظمات المجتمع المدني وهيئات الرقابة الانتخابية الوطنية والدولية في شأن البرلباني استقبل رئيس الجمعية الوطنية محمد بومبا مقت صباح اليوم بمكتبه وفدا إسبانيا من جامعة إخوان كارلوس الأول بمدريد برئاسة كاستور دياز بارادو تطرق اللقاء إلى مجالات تعاون بين الجمعية الوطنية وجامعة رايخوان كارلوس الأول بمدريد خاصة في المجالات الثقافية وتعزيز القانون الدولي ومكافحة لأتالي السلبية للهجرة غير الشرعية وكذا العلاقات الموريتانية الإسبانية وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك جرى لقاء بحضور محمد يحيى ولحي مكلف بمهمة بالجمعية الوطنية أدى وزير تمكين الشباب وتشغيل ورياضة والخدمة المدنية اليوم زيارة لمقرات بعض المنظمات غير الحكومية المسؤولة عن تكوين الشباب المستفيدين من مشروع قابلية تشغيل الشباب تهدف هذه الزيارة للاطلاع على التكوين المقدم للمستفيدين من هذا المشروع ضمن مقاربة مندمجة جديدة ينتهجها مشروع قابلية تشغيل الشباب التابع لوزارة تمكين الشباب وتشغيل ورياضة والخدمة المدنية وللوقوف ميدانيا على المكونات العربع لخطة التكوين القاصرة والمتوسطة والطويلة المتبعات من طرف إدارة هذا المشروع الحيوي تأتي هذه الزيارة التي قام بها وزير تمكين الشباب وتشغيل ورياضة والخدمة المدنية لمقارات ستة يتم فيها التكوين لصالح المشروع الوزير زارة المستفيدين من التكوين على ريالة الأعمال في المنطقة الثالثة الذي يستهدف تكوين أزيد من خمسة آلاف شاب في ولايات نواشط جنوبية وقدماقة والمنفذ من قبل منظمة التضامن والتنمية المستهدمة أسدده كما زار الوزير مشروع تكوين الشباب حول المقاولات الصغيرة بالمنطقة الأولى التي تتدخل في ولايات نواشط الغربية والحوضين ويتم التكوين فيه من قبل منظمة موريتانيا 2000 واستعرض الوزير الخطة المتبعة في تكوين وتعطير الشباب في مجال المقاولات الصغيرة الذي تشرف عليه منظمة عرض التضامن في ولايات نواشط الشمالية وفي مقاطعة دار النعيم وقف الوزير ميلانيا على برنامج التكوين المعد من قبل منظمة شرف للتنمية المستدامة والبيئة لصالح 18850 شابا يتم تكوينهم في مجال ريادة الأعمال وإدارة المشارع الصغيرة ضمن نطاق تدخل هذه الجمية على مستوها نواشط الشمالية والترارزة والأصعبة الزيارة شملت أيضا تجمع المنظمات المشربة على تكوين الشباب في مهارات الحياة في نواشط الجنوبية وولاية قدمقة برئاسة منظمة شكرا ويستفيد من التكوين في هذا التجمع أزجاد من 18 ألف شاب على المهارات الأساسية لولوج سوق العمل تجمع النسوية الذي يشرف على تكوين 22763 شابا على تحسين القدرات في مجال المهارات الحياتية والولوج إلى الحياة الاقتصادية النشطة في ولاية نواشط الغربية والحوضين شكل المحطة السادسة والآخرة في محطات الزيارة اختتمنا الزيارة لست مقرات من مقرات الإجري في التكوين في طار مشروع بغاية لهمية اللي هو مشروع قابل التشغيل للشباب وليستهدف ذئة الشباب اللي بين 15 سنة و24 سنة خصوصاً ذئة الشباب اللي ينقال عنها ما رأت فرصتها لا في التكوين ولا في العمل ولا في مواصلة المسار الدراسي وهذه ذئة بغاية لهمية عنها تستهدف بتكوينات تعيدها لحلقة النشاط ومشروع فرصة لك نشكر عليه البنك الدولي مكوينته الأساسية ونشكر عليه أيضاً مكوينته الأخرى اللي حالاً يجري في التكوين في الداخل البنك اللي فريقي للتنمية من المهم أنه شبابنا يعود على علم به وبالفرص اللي يفتحها يسوأ في مستواه اللي يستهدف 60 ألف شاب في هذه الفئة العمرية ولي يستهدف تكوينها على المهارات الأساسية لقابل التشغيل سبوعين متتاليين من 15 أيام يندر فيهم الشباب في ظروف مناسبة إياك يجبروا تكوينات على مهارات أساسية تأهلهم عنهم يبدو يدخلوا سوق العمل والحياة الاقتصادية النشطة والمكوينة الثانية مكوينة تكوين على مدة ساعة سابع في التسيير في كيف يمكن للشباب حد منهم أنه يقوم المشروعه وينضج فكرته ويعود عاد مشروعه عنده قابلية لنجاح أكبر يهدف مشروع قابلية تشغيل الشباب إلى تعزيز فرص العمل لستين ألف شاب خمسون بالمئة منهم من النساء وذلك في ثماني ولايات من الوطن شاهدنا الكرام إلى هنا ودع زميلة عيش اسمامة عثمان التي رافقتني مجلز الأول من هذه المسائية مشكورة بلغة الإشارة وواصل معكم ما تبقى من مسائيتنا لهذه الليلة حيث أشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصري الصباح اليوم في نواكشوت على افتتاح الملتقى التكوين الأول لصالح إمة مساجد نواكشوت يدخل هذا التكوين في إطار برنامج التكوين المستمر الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية لصالح إمة المساجد والخطبة يلتأم هذا الجمع من إمة مدينة نواكشوت في إطار ملتقى التكوين ضمن خطة للتكوين المستمر ينظمها قطع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي للصالح الإمة يتنزل هذا الملتقى الأول الذي ينظمه القطاع كبداية عملية لبرنامج التكوين المستمر للإمة بهدف تعزيز قدراتهم في مجال فن الخطابة والإلقاء وتحيين معارفهم في مجال الدعوة وتبادل الخبرات في القضايا التي تهم رسالة المسجد المقدسة ويستدفع هذا برنامج في مرحلته الأولى التي نشرف اليوم على امتتاحها مئة إمام موزعين على مساجد المقاطعات التسليل في ولايات نواكشوت على أن يشمل في المرحلة الثانية باقي إمة ولايات نواكشوت وإمة ولايات في الداخل عمدة بلدية تفرق زينة تحدث بدوره عن أهمية تنظيم هذا الملتقى تنزل برنامج التكوين المستمر الذي وضعته وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وتشرف على تنفيذه في إطار تطبيق البرنامج المجتمعي لفخامة رئيس جمهورية السيد محمد وسير غزواني الذي يضع ترقية المصادر البشرية في صدارة أولوياته الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين تطرق إلى أهمية إنشاء هيئة للتكوين تسهم في تأطير وتكوين الأئمة إن البلاد بحاجة لمؤسسة للتكوين المستمر المذمر والجاد الذي يحسن من مستوى القطاع ويطور الأداء ويحقق الأهداف ويسهم في إبراز خصوصية البلد المتميزة وأشهد رئيس الاتحاد الوطني لإمة موريتانيا بالدعم المقدم للأئمة من طرف الدولة تنزل هذا الملتقى في إطار العناية التي يوليها فحامة رئيس الجمهورية قد تجسد ذلك في تحقيق الكثير من الإنشازات الهامة من بناء وصيانة وتجهيز المساجد واكتتاب الأئمة والمؤذنين وتوفير الضمان الصحي لهم ولذويهم وهو ما كان له الأثر الإيشابي في نفوس الأئمة وسيكون اليوم الأول فرصة لنقاش مواضيع تشمله رسالة الإمام والمنبري بين الماضي والحاضر إلى ولاية الترارزة حيث انطرقت سوال اليوم بمدينة تيغندل الورشة الفنية الخاصة بتعزيز خبرات اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد ومتابعة التقارير والتوصيات الصادرة عن بلادنا في مجال حقوق الإنسان هي ورشة فنية منظمة بالتعاون بين مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ومكتب المفوضية السامية للمتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا لصالح الخبراء في القطاعين أعضاء اللجنة الفنية متعددة القطاعات التي تعنى بإعداد التقارير الدولية الصادرة عن بلادنا في مجال حقوق الإنسان وذلك لإطلاعهم على أهم المعايير والمعطيات الفنية المتعرف عليها دوليا في صياغة التقارير الخاصة ستتلقون خلال هذه الورشة التي تدوم أربعة أيام معلومات وافية وفهم شامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات بلادنا حيالها والدور اللجنة الفنية متعددة القطاعات المعنية بإعداد التقارير الدولة ولا سيما جمع المعلومات وتحليلها كما ستتابعون عروضا حول السياقة وإعداد التقارير فضلا عن اعتماد منهجية موحدة في شكل مبادئ توجيهية تمركز المعلومات والبيانات التي يتم جمعها وفي سياق الأعمال التحضيرية للحوار التفاعلي مع اللجان المعنية بمختلف الاتفاقيات التي وقعت عليها موريتانيا بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم التي تعتزم تقديم تقريرها بشأنه قريبا بحول الله ممثل مكتب المفاوضات السامية للمتحدة لحقوق الإنسان في بلادنا همادي جيبو قال إن هذه الورشة ستركز أولا على تبيان دور اللجنة متعددة القطاعات ثم شرح بعض المصلاحات والمفاهيم التي سيتم الاعتماد عليها في المنهجية الموحدة في التقارير والتوصيات التي قد تصدر عن اللجنة هذه الورشة التي حضرها الوائل المساعد لولاية ترارزة محمد فال ومحمد محمود مع السلطات الإدارية والأمنية على مستوى مركز تيجند لداري ثمن في مستهلها مستشار عمدة بلدية تيجند موضوع النقاش ورحب بضيوف المدينة بعد ذلك الدخل المشاركون في العروض الفنية المبرمجة في هذا الملتقى الذي يدوم أربعة أيام مختار بابا لحمد القناة الموريتانية مدينة تيجند هنا بن واكشوت نظمة الأحزاب السياسية والقوى الحية في بلادنا مساء أمس مهرجانا للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني تحت شعار روقف الإبادة يهدف هذا المهرجان لتسريط الضوء على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعبان الفلسطيني واللبناني نتيجة تصعيد العسكري والاعتداءات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي وقد حضر المهرجان موثلون عن مختلف الأحزاب السياسية الموريتانية لجانب شخصيات وطنية ومثلين عن المجتمع المدني للتعبير عن دعمهم الثابت لنضال الشعبين ضد الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المتواصلة وقد أكدت الأحزاب والقوى الداعية للمهرجان أن هذه الفعالية تأتي في إطار السلسلة من الأشطة التضامنية التي تهدف إلى تعزيس الوعي الوطني والدولي حول ما يشري في فلسطين واللبنان وللتأكيد على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على شرائمه بحق المدنيين وخلال المهرجان طلبت الأحزاب والقوى المدنية في بيان المشترك بالمزيد من الدعم المالي المقاومة والتظاهر من أجل الضغط على المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم إننا في الأحزاب السياسية وكافة القوى الوطنية الحية الوطنية الموقعين لهذا البيان إذ ننعي إلى الأمة الإسلامية عامة والشعبين الفلسطيني واللبناني خاصة بقلوب يعتصر الحزن والإساء الشهداء الذين ارتقوا في ساحة الكرامة دفاعاً عن شرف الأمة وقضيتها المركزية لنؤكد على الآتي شجبنا وإذانتنا للعدوان الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين وفي لبنان الشقيقين ولعمليات الاغتيال الغادرة تضامنا الكامل مع الشعبين الفلسطيني واللبناني دعوتنا لكافة قوى الشعب الموريتاني الكريم لنصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني بكل غال ونفيس وتكثيف الأنشرة الجمارية المساردة لهما بكل أنواعها كما نستنهد الجميع للجهاد بالمال الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليهم ورغبهم فيه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز تم مسأمسي بالعاصمة تنظيم ممسية تأبينية بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل الشخصية الوطنية محمد المصطفى والبدر الدين وذلك تحت عنوان بدر الدين صيحة المظلوم أضر الممسية التأبينية جمع منوي الفقيد ورفقاء دربه وسملائه المتحدث باسم يسرة الفقيد عبد الله محمد المصطفى بدر الدين تمنى هذه المبادرة لفتة الكريمة في حق الراحة المذكرا ببعض ملاقبه التي عرف بها من تواضع وعدر وششاعة وصدق مبرسا محطات من حياته المليئة بالعطاء والوفاء لمبادئه وانحياسه للضعفاء الذي هو معيار الإنسانية ونصرة المضرومين ومواقفه اتجاه القضية الفلسطينية المتدخلون خلال الأمسية يجمعوا على نبل أخلاق الفقيد وسموها عن الشوائب حيث ظل مثالا يحتذا به في التواضع والصدق والوفاء وحب الخير للناس والاستقامة والنزاهة والإخلاص للوطن والتفاني في العمل والثبات على المواقف شاهدين الأنباء الدولية لكن بعد هذا الفاصل القصير استشد ثلاثون فلسطينيا على الأقل في عارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم البريج للاجئين لجنوب مدينة غزة وما يزال مخيم البريج تعرض لقصف شوي ومدفع إسرائيل عنيف ومركز بتزاون مع تقدم محدود لآليات عسكرية في الأطراف الشبارية الشرقية للمخيم مع إطلاق نار من الآليات والطائرات المسيرة على الشوارع المخيم ومن بين شهداء القصف الإسرائيلي على منزل عائلة عبدالهادي المكون من ثلاث طوابق في مخيم البريج أطفال ونساء وفي جنوب قطاع عزة كثفت البدفعية الإسرائيلية من قصف منازل وأراضي المواطنين في بلدات عبسان الكبيرة وبني سهيلة والفخاري شرقي خان يونس بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية قذائفها اتجاه الشواطئ مدينتي خان يونس ورفع أعلن الاحتلال الإسرائيلي يطلق 105 الصواريخ من جنوب لبنان بتجاه الشمال الإسرائيل على دفعتين خاصة مدينة حيفا وعدة مستوطنات بالجليل وتم خلال القصف الصاروخي صابت 12 شخصا بشروح وفي حيفا والكريوت وقصف حزب الله مدينة حيفا وخليجها بعشرات الصواريخ من مناطق يجري الجيش الإسرائيلي فيها عمرياته البرية مما أدى إلى دوية سفارات النار بمناطق عديدة في نفس الوقت ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الرشقة الصاروخية بأنها الأكبر التي تستهدف مدينة حيفا هدد إعصار ملتون بشدة المناطق الساحلية في ولايات فلوريدا الأمريكية بسرعة رياح تبلغ 285 كم في الساعة ومن المتوقع أن يتسبب في أضرار كارثية عند وصوله اليابسة خاصة في منطقة تانبا باي التي تضم أكثر من ثلاثة ملايين سبة وأصارت سلطاته في ولايات فلوريدا ومن أجراء إلزامية للمناطق الساحلية المنخفضة بما في ذلك منطقة خليج تانبا وتم إعلان حالة الطوارف 51 من أصل 67 مقاطعة بالولاية ومن المتوقع أن يرتفع مستوى لمواج بين 2.4 و3.7 متر مما يجد احتمارية حدوث فيضانات في هذه البناطق شاهدين المسائية انتهت لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين رئيس الشمهورية رئيس الاتحاد الفريقي يستقبل بالقصر الرئيسي في برلين من طرف الرئيس الألماني رئيس الجمهورية يشارك في حلقة نقاش حول وضع إفريقيا على طريق الازدهار بالشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية الوزير الأول يتسلم تقرير المرصد الوطري لمراقبة الاتخابات حول رئاسيات يونيو الفين وارفعة وعشرين شاهدين المسائية انتهت لكن أخبار الولايات بعد قليل والزمير ساعدنا حب الله تحيي من يوم باقي فريق العمل إلى اللقاء موسيقى 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 شكرا